السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد فاسفا جديدة اليوم سوف نقدم لكم فقص بلا فقطة بلا عدب بلا تمارا يجيزوين بزاف لديد وسهل وبدون تشققات سوف نعطيكم تمن البيع ديالو وش حال باش كنخرجوه مهم صراحة يجيزوين بزاف لديد وسهل وسريع يعني تحب مكتضيع وهذا زيادة على انه ما كتفرق عشو ما كتشققش نهائيا كانت عندي كوماند من فئة كيلونس كيلونس وغادي نوريكم الطريقة ديالو بطبيعة الحال بالنسبة لتقطع ديالو سهل بلا ما تحتاجي ليتبات ولا والو صراحة كيجي غزار بزاف هانتوما تحجمك تضيع والفقص ديالنا كيكون سهل واجد لنا بطبيعة الحال المهم بدوي بالطريقة وعلى بركة الله بالمقادير وطريقة ديالتحضير كيف ماشتو غيجربوه صراحة كيجيزوين بزاف بدون تعقيدات واهم حاجه انه كيعطينا كيميه كتيره هاد الكيميه اللي غادي نعطيكم كيخرج تقريبا الجوش ديال الكيلو اللي كتخرج في الفقاص ديالنا منسبة لتقطعه كنقطعه تقطعه وحده وكيجينا ما شاء الله اول حاجه غادي نضيفوه هنا ايه خمسه ديال ست ديال البيضات والبيضة السادسة كنديرو البيض ديالها وكان خليوه صفر ديالها كيف ما غادي تلاحظو ديالها علشان ديرو هادي كان نحيدو داك الصفر بشها كان زينو بيبلا ما مقام ترتقوه بيضة وحده اخرى راستد البيضة تراه كافيين وهذا من بعد هنا كيف ما شتوه ازد هنا البيض ديال البيض من بعد هنا ازد داك معلقة صغيرة ديال ديال قهوات سريعة الدوابان مع معلقة صغيرة ديال الزهر كنديروها من الاول لبنات باش كتاخد حقها فك الدوب مزيان يعني ما تنديروه اشتر الاخر من بعد كنضيف حلال خالي جوشكيسان ديال السكر جوشكيسان ديال الزيت اول ديرو زلافة زلافة عندي هنا السكر مناسب بنكهات البرتقال او بنكهات الزهر وغادي نضيف هنا كاز ديال الحليب الحليب يكون دافي البنات مشي دافي فوق البوطة غير بدرجة حرارة المطبخ كان ديروه قبيصة الملح وكان ديروه ربع كاز ديال الماز الزهر كان نخلطه المكونات كلها تقريبا واحد دقيقة ولا دقيقة ونص دقية دقية غينسى جملية الخاليط ووليدية كريمي على هذا الشكل هذا كان عرف ان الخاليط ديالي دار و بالنسبة للميكسر هو صراحة كي الوقت انت ما كيرخف عليكم الوقت بزيف ديال دليكو ديال هذا هذا الصراحة الهنية ورحت البال من بعد كنضيف هنا كاس كبير ديال زنجلان اللي كيكون طبعه الحال ممصهد ممحمر مواله فقط كننقيوه وكررميوه من بعد كنزيدو حد مجوج مع الكبار ديال النافع وحبت حلاوه صراحة الفقاس كيبغي زرارة وكيبغيها كيكون دك شي زوين صافي من بعد كيف مشته غادي نديرو بها الطريقة هذي غادي نحاول انني نضيف المكونات الأخرى اللي بطبيعة الحال سهلة عندي كاس ديال اللوز ما كنكتروش البنات اللوز هنقول لكم علاش من بعد هنايا غادي نديرو جوش ديال الخمارات من فئة 16 جرام من الاول كنديروها من البنات غا نديرو اللوز كاس اللوز مقبب كيف ماشتو ما كنكتروش اللوز او نديرو جوش كيسان بزاف علي لانه غا يبقوا يكونوا فيه كثورات بزاف فهمتوني في الجنب فليهذا ما كنكتروش سينو لكتو غا تديرو الفقاس الملاكي راكم ما عارفين كتصرحو كتتغرزو كل حبه بوحديتها دابا ان شاء الله هنجربو معاكم الى بغيتو خليوا ليفلي كومنتي عافاكم هاكا مزيان صافي من بعد هنا كنحتاج كيلو ورابعة يعني كيلو ورابعة كيان نقول لكم كيلو ومتين وخمسين جرام يعني تقريبا ناشر كاس ومص ديال دقيق صافي من بعد هنا غا تقن ديرها كب شوية بشوية بالنسبة العجينة باش كنتحسلوا عليها انها صافي صالحة واجدة اننا نديروها صافي مني نجمعها كنخليوها مرخوفة ومني نبقى ونشوفوها بحالة شكل يعني ما كتسيحش لنا ينفوها كتشوفو العجينة بحالة طرخات وهذا عارفو باقي خصاة دقيق ولما الطرخات شبقات كيف مما هي كيف مما كتشكلوها كتبقى عارفوها العجين ديالنا ناجح من اهم حاجة ان الفقاس ديالنا ما خاصوش باش يكون قاسح باش ميجيكم مش مخبز او معجن من الداخل من بعد هندي هندوم داك سافر البيض اللي يبقى علينا ودك القهوة والزهر وكان ديب الفرشيطة هكا كان شكلو من بعد كان تقبعو مني كان تقبعو صافي نايا واحد لاستويت اللي كان ديرها انا كان دخلو الفران يكون بارد مني كان دخلو الفران يكون بارد كان ديروه على الحدايات الفوق العاليين على عفية مهيلة ساعد ما كان بالضبط انكم كتقلبوه كيكون محمر بها الطريقة هدي ملتحت ومن الفوق كيكون قاسح لنا يعني صافي طاب لنا من الداخل مزيان صافي من بعد هنغانديرو لي ورقة ديال وغادي ندير لي واحد المنديل من بعد ما قديت شغليه وسهلية وعاد باش غادي نجي نقطعو حتى كي يبرت تماما صافي هدا هو الفقاس ديالنا كيف مشتوره صراحة كي جيزوين بالساف غزال واذا جربته انا اكيدة غادي نجح معاكم بها الطريقة هدي لانه ما كيتهرس ما كيتشقق معوالو صراحة الطريقة نجحة بالساف صافي من بعد كنجيب واحد الموس ديال حدا او اي سكي اللي كيكون ماضي بات الشكل هدا ولا مضيوه مزيان صافي وبدو تخدموه به بحابات الشكل هدا من بعد انتم كيف ملاحتو بديت كنقطع بكل سهولة واريحية ما كان بدون كبضع حتى شنو كيضاع كيضاع واذا كل قماقم اللي كيكونوا في الجنب وصافي القمق صامحوا لي يا البنزولي اضحكت على راسي صافي من بعد هنا غادي نحاول نقطع كل شيء من بعد ما قطعت غادي ندنس بالنسبة للعافيا هنها كتكون مقتولة العافيا مهيلا بزاف وصافي وهكا يعني كان دخلوها الدهب من تحت وكان هبطوها الفق شوية عليها باش كتعطينا هكذا تقرمي شيء لو ذاك تدهي بزوينة كيف ما كان قولنا نعودكم دائما وهكا كي ماشتو الفقص دي الناره واجد لنا بكل سهولة واريحية من نسبة انني طيبتو هنتو معلاجوش ديال الشيهات كي جينا محمر بخي كون البنت فران كوم رخيص انا غادي نوريكم وقع لها في هذا الفيديو غادي نوريكم الفران ديالي فران كلا رخيص ديالي وقع لكي دير شي 12 ولا 14 والله ما عقلت بالضبط الفريال غير هو هانتو ما كي ملاحطو شوفو كيفاش ندير الحدايه اللي كيكونوا الفوق على عافيا مهيلا مقتولة 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 كيف ماشتو وكن نخليه حتى كتبقية اخذلينا شو هدل وقت صارحة ولكن ما نديره الاخوات اللي قالوا لي صوري الفران ها هو الفران ديالي فران ديالي عادي جدا ولي كنطيب فيه جميع انواع ديال الحلويات وكنطيب فيه اذاك شي كامل ديالي صافي من بعد نايا كيف ماشتو غادي اه بعد ما طيبت كل شي كيف ماشتو غادي نعبر للسيدة كيلو ونص وغادي بقلي واحد نسس كيلو هاكا ديال الدار ووراكم عارفين صافي قدرت هنا نسس كيلو اه كيلو ونص ديال الفقاس اللي حسبته بطبيعة الحل ب 90 درهم نغمال موكنا كنحسبوه ب 80 دابا ولينا كنحسبوه ب 90 درهم لانه صراحة كوشي تزاد غير هاد الكارتونة هادي اللي كنت انا كنشريها ب 30 اللي كنشريها ب 3 دراهم يعني ولا هاد شي بزاف وفيت القياس المهم البنات اللي احتاج شي حاجة في كومونت انا ركينا في مكيناس صانت خفيد ديال مكيناس المهم ان مكيناس و نواحي كان ندير ولكن غير هو غير هو زي ما ما كان بغيش الريسكي بالحلوه فهمتو رحه حلوه هادي كرا ماشي يقول الناس عاديش حموا وحدك اطلبني ولكن ما كان لقاش لكم الجاد لانه ما نقدرش الريسكي اه بشي اختيت تقلب في الترانس بورد شي توصلان في رتا لا 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 هاد المسؤولي هاد ما كانت تحمله صافي كدش نديسي دلتر تأخذ الامور ديالها شكرا شكرا الله يعاون الله يعاون صافي وحكا كان مقاول ومزياني صافي من بعد عاوتني الغريبة رانسيت واقع لما اذكرت تمانديا لها في الأول راتها هي اخدمتها بـ 80 درهم 80 درهم مهم هدي كنك اخدمها بـ 70 درهم